اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كوروشي هنعمل مع بعض النهاردة وحدش متنفع المفرش صفرة او مفرش سرير شكلها جميلة وطرقتها بسيطة وسهلة هنعمل الدايرة السحرية بعد كده هنشتغل ثلاثة سلسلة اتنين ثلاثة اشتغل ثلاثة سلسلة هعمل جوه الدايرة سبعتاشر غرزة عمود بلفة كده اتنين كده تلاتة كده اربعة كده خمسة كده ستة اشتغلت سبعتاشر غرزة عمود بلفة بعد كده اقفل الدايرة وهعد هنروح عند الثلاث سلاسل اللي انا عملتهم ارتفاع في بداية الدور وهعد سلسلة اتنين وادخل في السلسلة الثالثة وهعمل فيها غرزة موزاليكا بعد كده هنتقل للراوند التاني وهرتفع اتنين سلسلة وهروح للغرزة اللي بعديها واعمل فيها غرزة حشو همشي الدور ده كله فوق كل غرزة هاعمل فوقها غرزة حشو نفس الطريقة كده وصلت لنهية الدور هروح اقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو عملتها مش هقفل في السلاسل هقفل في اول غرزة حشو نكون معيه بالشكل ده كده هرتفع بالخيط واقص الخيط عشان هدخل اللون التاني هجيب اي لون تاني هدخل في اي غرزة واصحب اللون التاني اللي انا عايز ادخله بعد كده هشتغل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى انا هنا اشتغلت خمسة سلسلة هلف الخيط على الابرة تلات مرات في نفس المكان اللي ارتفعت منه تلاتة سلسلة هدخل فيه وعمل غرزة عمود بتلاتة لفة بلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف الخيط كمان مرة واطلع من حلقتين وبسيب حلقتين على الابرة تاني هلف الخيط على الابرة تلات مرات وادخل في نفس المكان واسحب الخيط وبلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من اخر حلقتين بتبقى معي تلات حلقات على الابرة بلف وبطلع من الثلاث حلقات مع بعض بعد كده بشتغل خمسة سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة واروح للغرزة اللي بعدها على طول واشتغل فيها تلاتة غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملة بلف الخيط على الابرة تلات مرات واروح للغرزة اللي بعدها على طول اشتغل غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملة لانا بلف الخيط وبطلع من كل الحلقات معادة بسيب حلقتين على الابرة تاني هعمل كمان انه غرزة عمود بتلاتة لفة في نفس المكان هنعادها مع بعض يبقى انا هنا اشتغلت خمسة سلسلة وبعد كده اعملت اتنين غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملين وبعد كده اشتغلت خمسة سلسلة وبعد كده اروح للغرزة اللي بعدها على طول وهشتغل فيها تلاتة غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملة بلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من كمان حلقتين وبلف وبطلع من كمان حلقتين وبسيب حلقتين على الابرة وبلف الخيط على الابرة تلات مرات وبدخل في نفس المكان وهعمل غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملة وبلف الخيط اخر مرة على الابرة تلات مرات وبدخل في نفس المكان واسحب الخيط وبعمل بشتغل غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملة يتبقى هنا معي اربع حلقات هلف الخيط وبطلع من الاربع حلقات ما بعد يكون معي بالشكل ده كده وبعد كده بشتغل خمسة سلسلة وبروح للغرزة اللي بعديها على طول وبشتغل فيها بنفس الطريقة تلاتة غرزة عمود بلفة مش كاملة وبسيب حلقتين وبلف الخيط على الابرة تلات مرات وبدخل في نفس المكان واعمل غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملة كمان مرة وبلف الخيط على الابرة تلات مرات وبدخل في نفس المكان واستحب الخيط واعمل غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملة بيتبقى معي اربع حلقات على الابرة بلف الخيط وبطلع من الاربع حلقات مع بعض وبعد كده بشتغل خمسة سلسلة وبروح للغرزة اللي بعديها على طول وبشتغل فيها تلاتة غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملة كده اول عمود كده تاني عمود كده تلات عمود بيتبقى معي اربع حلقات بلف الخيط على الابرة وبطلع من الاربع حلقات مع بعض وبعد كده بشتغل خمسة سلسلة وبروح للغرزة اللي بعديها على طول وبشتغل فيها تلاتة غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملة كده تاني عمود بتلاتة لفة كده تاني عمود بتلاتة لفة بقى معي اربع حلقات بلف الخيط وبطلع من الاربع حلقات مع بعض وبعد كده بشتغل خمسة سلسلة وبكرر بلف الخيط على الابرة تلات مرات وبروح على الفراغ اللي بعديها على طول الغرزة اللي بعديها على طول وبشتغل فيها تلاتة غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملة اخر غرزة عمود بتلاتة لفة في نفس الغرزة بيتمقى معيه في النهاية اربع حلقات بلف الخيط واطلع منهم كلهم وبعد كده بشتغل خمسة سلسلة وبكرر ان انا بشتغل في كل غرزة تلاتة غرزة عمود بلافة مش كاملة بينهم خمسة سلسلة مفروض يكون معيه في نهاية الدور سبعتاشر بطلة وسبعتاشر فراغ من فراغ الخمسة السلسلة عشان انا كنت عملت سبعتاشر غرزة عمود بلافة وسبعتاشر حشو هكمل بنفس الطريقة الاخر الدور وهرجع لكم تاني ووصلت لانهاية الدور وهشتغل معيكو اخر ورقة انا ارتفعت خمسة سلسلة وهلف الخيط على الابرة تلات مرات وهروه عند اخر غرزة وهشتغل فيها تلاتة غرزة عمود بلافة مش كاملة كده واحد كده اتنين كده تلاتة بقى معي اربع حلقات بلف الخيط وبطلع من الاربع حلقات مع بعض وبعد كده هشتغل خمسة سلسلة وهروح هنا عند اللي هو الزاوية بتاعت الرأس العمودة اللي كنت باشتغالها هنا واعمل فيها غرزة منزلقة يبقى انا هنا عملت سبعتاشر بترة وبعد كده اشتغلت خمس سلسل بقى معيه تمنتاشر فراغ لاني اصفة في بداية الدور كنت اشتغلت سبعتاشر غرزة عمود بلافة وبعد ثلات سلسل الارتفاع يبقى تمنتاشر غرزة عمود بلافة يبقى المفروض يكون معيه تمنتاشر فراغ مش سبعتاشر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر بعد كده هرتفع السلسلة وهقص لفيت الزيادة بعد كده لشان نشبكهم فبعدها هنحتاج ايه كده انا عملت واحدة كاملة هعمل دايرة زي دي بالزبط ان انا بشتغل فيها تلاتة سلسلة و سبعتاشر غرزة عمود بلافة بعد كده بعمل فيها غرز حشو بعد كده هرتفع فراغ واحد ورقة واحدة من دايرة خمسة سلسلة وبعمل اتنين عمود بلافة تلاتة لفة في نفس المكان بعد كده هاشتغل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهيجي هنا عند ايه فراغ من الفراغ الخمسة سلسلة هدخل فيه واسحب الخيط اللي هو اللي انا عملته بعد التلاتة سلسلة واطلعهم من هنا مفروض باشتغل خمسة سلسلة اشتغلت منهم تلاتة هكمل عليهم اتنين سلسلة وهروح اكمل شغلي في البتا دي ان انا هلف الخيط على الابرة تلات مرات وهروح في الغرزة اللي بعديها على طول هشتغل فيها تلاتة غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملة كده اول واحد بنفس المكان هدخل وعمل غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملة كده تاني واحد بنفس المكان هدخل وعمل غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملة نفسي اللي كنت بعمله في الورق اللي في الوحدة اللي معي اللي انا كملتها بيتبقى معي اربع حلقات بلف الخيط وباطلع من الاربع حلقات مباط تكون معي بالشكل ده كده تاني بارتفع مفروض بارتفع خمسة سلسلة هنا هرتفع تلاتة بروح هنا عند الفراغ الخمسة سلسلة اللي بعدها على طول وبسحب التلاتة سلسلة اللي انا عملتهم من تحت الفراغ وبكمل على اتنين سلسلة واحد اتنين وبلف الخيط على الابرة ثلاث مرات وبروح عند الغرزة اللي بعديها على طول في البتل اللي هنا للناحية التانية وباشتغل فيها تلاتة غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملة كده اول واحد كده التاني كده التالت بيبقى معي اربع حلقات بالف الخيط واطلع من الاربع حلقات ما بعض كده اكون معيه بالشكل ده كده انا المفروض بشبك في تلاتة تلات فراغات مش انا كده اشبكت في فراغين في الفراغ الاخير بارتفع اتنين سلسلة انا في كل فراغ هنا كنت بارتفع تلاتة لا الاخير هرتفع اتنين سلسلة وهروح اسحب الخيط من فراغ الخامسة سلسلة بعد كده هشتغل عليهم تلاتة سلسلة ده في الفراغ الاخير بعمل كده بس انا بعمل اتنين سلسلة وبعد كده بعمل تلاتة سلسلة انما في كل فراغ بعمل تلاتة سلسلة وبعد كده اتنين سلسلة والف الخيط على الابرة ثلاث مرات واروح للغرزة اللي عليها تدوره باشتغل فيها تلاتة غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملة كده اول واحد كده التانية كده التالت بيبقى اربع حلقات بلف الخيط وبطلع من الحلقات مع بعض كده شبكت في التلات فراغات في كل بتلة باشبك في تلات فراغات بس يكون معيه بالشكل ده كده وبعد كده بقى باشتغل عادي باشتغل خمسة سلسلة بروح اكمل شغل في البتلة عادي ان انا باشتغل في الفراغ اللي بعديه الغرزة اللي بعديها على طول تلاتة غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملين كده اول واحد كده التاني كده التالت بيتبقى معي اربع حلقات بلف الخيط واطلع منهم كلهم بعد كده باشتغل خمسة سلسلة بكمل شغل عادي بنفس الطريقة ان انا باشتغل في كل غرزة تلاتة غرزة عمود بلفة مش كاملة بينهم خمسة سلسلة كل اللي بعمله بعمل واحدة كاملة وبعد كده بعمل الوحدات اللي هي الصغيرة دي وببتدي اشبك فيهم وبفضل مكملة كده ان انا بعمل خمسة سلسلة بروح للغرزة وبعمل فيها تلاتة غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملة وفي كل فراغ بعمل في كل غرزة بعمل فيها كده وبعد كده بعمل اعايزة كامل تشبيك بعمل واحدة كمان وبشبك في تلات فراغات من هنا وتلات فراغات من هنا في الواحدة بشبك بنفس الطريقة كله على حسب الشكل اللي انا عاوز عامله اعجابكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة